إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيلا شكرا وتعمل لايك للفيديو وتشاركوا لأصدقاء والفيسبوك تابع هذه الحلقة باهتمام شديد وان شاء الله كل خير وان شاء الله ربنا يوفقكم في الامتحانات يلا بينا نبدأ ولأكمل العبارات الاتية تعالوا نشوفوا اكمل العبارات الايه الاتية العبارة هنا بتقولك اصبح لمصر مكانة عالية دوليا بعد حرب محمد علي فين نقوله في اليونان في اين في الايه في اليونان طيب السؤال التاني يقول لي كان الهدف من انشاء الدووين تدريب المصريين على نظام ايه على نظام الشغرة يبقى هنا نقولي نظام ايه الشغرة الجابة اللي بعد كده او الحاجة اللي بعد كده بيقول لي اه اصبحت مصر ولاية عثمانية عام الف خمسونية وسبعتاشر بعد معركة مين اي بعد معركة الرئي دانية بعد معركة مين الرئي دانية. السؤال بعد كده في اكمل ما ياتي. جاءت قرارات معاهدة لندن الف ثمانمية واربعين لصالح مين? لصالح طبعا الايه الايجانب. لصالح مين? الايه الايجانب. استشهدت ضابط محمد عبيد ورجاله في معركة مين? معركة التل الكبير. بقى في معركة مين? معركة التل الايه الكبير. طيب اه ركم ستة بيقول لي اه اصفر كفاح مصطفى كامل عن استقالة مين? طبعا نقوله استقالة اللورد كرومر. اللورد مين? كرومر. اه في عام الف ثمانمية وخمسة اصدرت السلطان العثماني فرمان بعزل بعزل خرشة باشا وتولية مين? محمد علي مكانه. يبقى عزل مين? خرشة باشا وتولية محمد مين? وتولية محمد علي مكانه. سؤال بعد كده اعلان مصطفى النحاس الغاء معاهدة مين? معاهدة الف تسعمية ستة وتلاتين? كان فين ده? في اكتوبر الف آآ تسعمية واحد وخمسين بتم الغاء معاهدة ستة وتلاتين في عام ايه? في عام الف تسعمية واحد وخمسين. طبعا السؤال بعد كده ارسلت انجلترا حاملة لاحتلال مصري عام الف آآ كام الف ثمانمية وسبعة طيب كانت بقيادة مين? بقيادة فريزر. قيادة مين? فريزر. سؤال بعد كده انتهت حروب اليونان عام الف ثمانمية تمانية وعشرين بتحتين القسطول اللي مصري في معركة هي مين المعركة دي? معركة ايه? نفارين. يبقى في معركة مين? نفارين. برضو اكمل العبارات الهاتية بالجابة المناسبة. آآ الوزارة المختلطة في عام الف ثمانمية سب تمانية وسبعين كانت برئاسة مين? كانت برئاسة نبار باشا. يبقى الوزارة المختلطة في عام الف ثمانمية تمانية وسبعين كانت برئاسة نبار باشا. طيب السؤال اللي بعد كده بيقولي تمكنت تمكن عرابي من صد هجمات القوات البروطانية عندها? عندها ايه? كفر الدوارب. عند مين? كفر الايه? الدوارب. آآ السؤال اللي بعد كده بيقولي كان مين مقر صورة القاهرة الاولى? ومن المقرر التانية? عن شو بقى? يبقى كان مين? كان الازهر الشريف هو مقر للصورة الايه? لصورة القاهرة الاولى. وكان حي اه بولاق. آآ مقر لصورة القاهرة الايه السنية بحي هنا ايه بولاق. طيب الجزء اللي بعد كده. آآ آآ تحالفت الدولة العثمانية مع انجلترا وايه? والروسيا. وهيه والروسيا. لاخراج الفرنسيين من ايه? من مصر. عاكم اربعة عشر. اجتمع زعماء الشعب في دار ايه? دار المحكمة آآ لتولية مين محمد علي حاكم لايه? مصر. تصدى لمشروع مد امتياز قناة السويس اربعين سنة اخرى. مين? الزعيم محمد فريد. مين تصدى الموضوع ده? كان الزعيم محمد مين? محمد فريد. طيب السؤال بعد كده? ايه? يعتبر معنى تجارة الرقيق من اهم اعمال الخديوي مين? الخديوي ايه? اسماعيل. طيب السؤال بعد كده. انشاء محمد علي اول مدرسة عسكرية فين? في مدينة اسوان. في مدينة مين? اسوان. السؤال رقم اضم التاشر اتهت حروب اليونان بضم جزيرة مين? جزيرة كريت. الى آآ ولاية مصر عام الف تمنمية سبعة وايه? وعشرين. الف تمنمية سبعة كام وعشرين? آآ السؤال بعد كده? يعتبر تأسيس مجلس شغرى النواب عام الف تمنمية ستة وستين بداية الحياة النيابية في مصر. يعتبر تأسيس ايه? مجلس شغرى النواب. ويز عام الف تمنمية ستة وستين بداية الحياة النيابية في في مصر. سؤال رقم عشرين. شكلة اه مين اللي شكل اول وزارة برلمانية في مصر? يبنقول شكلة سعد زغلول اول وزارة برلمانية في ايه? في مصر. تعالوا نتكلم دلوقتي على حاجة اسمها اهم التفسيرات. تعالوا نتكلم عن اهم التفسيرات. بيقول ايه هنا? تفسير الاولاني. بما تفسر? اه سيطرة الاجانب على التجارة في مصر خلال العهد العثماني. بما هي تفسير. تفسير ايه? بسبب الامتيازات الاجنبية التي منحتها الدولة العثمانية لها. طيب الحاجة التانية. بيقول بما تفسر شروط عقد امتياز قناة السويس كانت ظالمة للمصريين. ايه السبب? ان اعطت الشركة حق فيه انتزاع الاراضي التي تمر بها القناة بالمجان. ويكون اربعة اخماس العمال من المصريين. ويكون لمصر كام خمستاشر في المية من صافي الايه الارباح. سؤال التالي. بما تفسر تدهور الصناعة في مصر في عدد سليم الاول. اه ليه بقى? لانه ارسل اه امهر الصناعة المصريين الى الاساتانة. طيب سؤال بعد كده. بعد كده بيقول لي بما تفسر ارسال بريطانيا المذكرة المشتركة الاولى. طيب ليه بقى? لتقويت موقف الخديوي ضد العسكريين ورغبتها في حل مجلس مين? ايه مجلس النواب. بما تفسر اه توقفت حركة النهضة في عهد عباس. ايه تفسيرك الكلام ده? حيث انه ايه اغلق معظم ايه المدارس والمصنع واهمال العسكرية. حيث خفض عدد الجيش الى تمنتاشر الف جندي. واهمال الايه الاسطول. بما تفسر قيام صورة القاهرة الاولى. صورة القاهرة الايه الاولى? تفسيرك لها ايه? بسبب فرض الضرائب الفادحة وتفتيش البيوت والحوانيت وهدم ابواب الحارض. برضو. هنا بيقول لي بما تفسر. اهم التفسيرات بما تفسر. ايه? ازدهار التعليم في حدي اسماعيل. تفسيرك لكده ايه? حيث اعاد فتح ديوان المدارس. وفتح المدارس العليا مثل ضر العلوم والحقوق. وارسال البعثات العلمية. وانشاء دار الكتب. ودار الرصد بالعباسية. والجمعية الجغرافية عام الف تمنمية خمسة وسبعين. بما تفسر. تظاهر التعليم في عهد الاحتلال البريطاني. بما تفسر كده. حيث جعلوه بالمصرفات مرتفعة. وحصروا التعليم في فئة قليلة. بهدف تخريج موظفين للعمل في الادارات الحكومية. طيب بما تفسر اسباب قيام صورة الف تسعمية وتسعتاشر ميلاديا. بسبب نمو الوعي الوطني. اه الاجراءات العنيفة التي اتخذتها بريطانيا اثناء الحرب العالمية الاولى. ادعاء بريطانيا انها تحارب من اجل استقلال ايه اه الشعوب. بما تفسر اسباب معارضة الشعب لدستور الف تسعمية وتلاتين. تفسيرك لكده ايه? لانه اه لانه كان يعطي سلطات وسعى للملك ويهضر حق الامة. بما تفسر اصدهار الزراعة في عهد محمد علي. حيث انه الغى نظام الالتزام. اه حل اساليب اه زراعية حديثة. اهتم بالتعليم الزراعي. تحسين طرق الراي وبناء القناطب الخيرية. طيب تعالوا اهم النتاج المترتبة على اهم النتيجة. هنا بقولي مظهرة عبدين اه سنة اللي هو في ايه? في تسعة بستمبر الف اه تمنمية واه وتمانين. بقولي نتاج المترتبة على مظهرة عبدين في تسعة سبتمبر الف تمنمية واه وتمانين. اه ايه بقى اللي حصل فيها? عزل وزارة رياض واسناد الوزارة الى شريف باشا. طيب. اه النتاج المترتبة على الاحتلال البريطاني بالنسبة للجيش المصري. ترتب عليه ايه? اه انشاء جيش مصري لا يتجاوز الستة الاف جندي بقيادة ضابط انجليزي. طيب النتاج المترتبة على معاهدة الف تسعمائة ستة وتلاتين. ترتب عليه ايه? انهاء احتلال مصر عسكريا. الغاء الامتيازات الاجنبية بعد مرتمر الف تسعمائة سبعة وكام وثلاتين. طيب ايه كمان اه انضمام مصر العزمة الامم. عودة الجيش المصري الى الايه? الى السودان. طيب النتاج المترتبة على معركة ابي ابي قير البحرية عام الف سبعمائة تمانية وتسعين. النتاج المترتبة عليها ايه? اه تحطم الاسطول الفرنسي. حصار الانجليز لشواطئ مصر الايه? الشمالية. توقف حركة التجارة الخارجية. طيب النتاج المترتبة على حروب محمد علي في اليونان. ترتب عليها ايه نتاج? بعد كده بيقول لي ضم جزيرة كريت هزيمة الاسطول المصري في معركة نفارين. ارتفاع مكانة مصر دوليا. طيب برضو بيقول لي ما النتاج المترتبة على? مسباح التيافة البشرية. ترتب عليها ايه? استبسال اهل عكة في الدفاع عن مدينتهم بقيادة احمد باشا الجزار. طيب برضو نتكلم اهم النتاج. طيب اهم النتاج ايه بقى? اه نتيجة ضم محمد علي السودان. ماشي بضم محمد علي السودان. نتيجة ترتب عليها ايه? اه انشاء مدينة الخرطوم. امتداد النفوذ المصري اه الى اه جنوب السودان. اكتشاف منابع نيل في عدمين اسماعيل. طيب ما النتاج المترتبة عليها? سياسة العزلة التي فرضها العثمانيون على مصر. ترتب عليها ايه? بموت وتخلف الحياة الفكرية والثقافية. اهتزاز مكانة ايه? الازهر. انتشار الجهل والتخلف والدجل. اصدار سعيد باشا لللاحة السعيدية. اصدار سعيد باشا لللاحة السعيدية. اه ادى ذلك الى ايه? امتلاك الفلاح للاراضي الزراعية. واصبح له الحق في اه توريسها. اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. طيب ادى الى ايه? التدهور الاقتصادي والمالي للدولة الايه? دولة المماليك. طيب سؤال بعد كده بقول لي ما العلاقة بين كل من? تعالوا شو مع بعض? اللي مين بقى موقعة ابي قير البحرية وصورة القاهرة الاولى? ايه العلاقة اللي تردتهم بعد? هنقوله مع بعض. حيث من نتائج الموقعة ابي قير البحرية فرض نابليون الضرائب فكان ذلك سببا في قيام صورة القاهرة الايه? الاولى. طيب. العلاقة بين ديلي سيبس واحتلال مصر. كان له دور كبير في خداع عرابي. حيث سمح بدخول الانجليز من قناة سويس ورفض تعطيل الملاحة بها. طيب ما العلاقة اللي تربط ايه? الاحتلال البريطاني والاقتصادي المصري? العلاقة اللي بينهم? ادى الاحتلال الى تدهور كبير في الاقتصادي المصري. والاعتماد على الزراعة بدل من التصنيع. طيب. العلاقة ما بين شريف باشا والميزانية المصرية. وهذه هي العلاقة اللي بينهم. حيث رفض شريف مناقشة المجلس للميزانية لتجنب الصدام مع الاوروبيين. طيب ما العلاقة بين كل من سياسة الاقتراض وتدخل الايه? الاجنبي. حيث تسببت السياسة التي تبعها اسماعيل في الاقتراض في زيادة الازمة المالية والتدخل الاجنبي في ايه? في نشه. يقول لي هنا اهم الشخصيات التي وردت بالمنهج وعمالها. طيب ان شو واحدة كده مع بعض. تعال نشوف سليم الاول. سليم الاول ايه بقى اهم حاجة ان هو ايه? انتصر على الصفويين وانتصر على المماليك في معركتي مارجدابيك والريدانية. طيب تعال نشو اللي بعده? عايزين نقوله طمام باي. طيب عامل ايه? زعيم المماليك في مصر الذي هزيمه في معركة ريدانية. طيب علي بيكل كبير. ماشي اهم عمله ايه? احد الملوك الذين حاول الانفصال بحكمه مصر على الدولة الاثمانية ولكنه فاشل. تعال نشو اللي بعدها الشيخ ظاهر العمر. مين ده? حاكم جنوب الشام. الذي تحالف مع علي بيكل الكبير. طيب تعال نشو اللي بعده محمد ابو الزهب. ما? كان عامل ايه بقى دور بيه ايه? كان نائب علي بيكل الكبير. الذي نحازى للسلطان العثماني ضد ايه? علي بيكل ايه الكبير. طيب نابليون بنبارد. قائد الحملة الفرنسية على مصر. والذي قام بالمسبحة البشرية في في يافا. طيب تعالوا نشوفوا مين? نيلسون. نيلسون ده مين هو بقى? يبقى ده قائد الاسطور الانجليزي بمعركة ابي قير البحرية. كليبر. طيب ايه اهم عماله? القائد الثاني للحملة الفرنسية بعد صفر نابليون والذي تم قتله على يد سليمان الايه الحلبية. اهم الشخصيات التي وردوا بالمنهج وعماله. تعال نشوف مع بعض. عمر مكرم. طيب كان مين عمر مكرم ده? كان نقيب الاشراف. وقائد الثورة القاهرة الثانية. وكان له دور في توليد محمد علي وتم نفيه الى دومياط. تعالوا نشوفوا بعد كده مين? فريزر. ده كان مين? قائد الحملة الانجليزية على مصر عام الف تمنمية وكام وسابعة. طيب اه 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 الكونونيل سيف. مين ده? ضابط ضابط فرنسي من ضباط اه جيش النابليون استعانى بيه محمد علي في المدارس العسكرية. طيب نبار باشا. مين بقى مونوبار باشا ده? قام بتأليف الوزارة المختلطة بناء على طلب لجنة التحقيق الايه الاوروبية. طيب اصمان رفقي. اصمان رفقي. كان هو مين بقى? وزير الجاهدية. الذي طالب عرابي بعزله الاضطهاد والضباط الايه المصريين. طيب شريب باشا. مين شريب باشا? هو شريب باشا. شكل الوزارة بعد مظهارة عبدين. اه استقالة منها لاصرار مجلس النواب على مناقشة الايه المزانية. ولا هنا ننتهي الى هذا الجزء من التاريخ. ونلتقي بكم ان شاء الله قريبا في الايه الجغرافية. لا تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتشاريه للأصدقاء والفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.